أنا من هذا البلاطو أدعو حان الوقت لأخلاقة العمل السياسي وأخلاقة المجتمع خليني نقول أخلاقة المجتمع طبعاً أخلاقة المجتمع لأن المدرسة والمسجد والأسرة فقدت معي الأخلاق والقيام اليوم رأنا نعيش أزمة أخلاقية بامتياز أنا عندي الجراءة نقول هذا بلاد لأنه مرحش بعيد ونسا تكون عندي الجرأة أني خليك تكمل في هذا الموضوع شوف ولين يقطع مرحش بعيد مثلا صباح طابو يعني رح للسوق رح للسوق باللعلك الأمتاعي اللي طول في عمرها والأمتاعي عليها تشري أربعة كيلو وتشري زوج كيلو طماطيش وتشري عشرة خبزات علىها علي ما تشريش زوج خبزات كيلو نبدأ وديش على الأقل في الاستهلاك ثقافة الاستهلاك نبدأ وفن نتفض دار تلقاتها وخاوتها قاعدة التنوبيل وعلىها نروح وقاعدة التنوبيلات هاو نجب نروح التنوبيل وحدا سيدي وكان وسائل النقبل في العاصمة بالرغم من الازدحم فهناك يجب أخلاقات الممارسة في الذهنيات أنا في نظر وفتحت لي فرصة هذه بأن نفتح من خلال هذا المنصة لأنها هي منصة الحرية أن نفتح نقاش مع رئيس الجمهورية ولما لا أنا في حزبي كان مخبر علمي نتمنى نفتح نقاش مع كل اختصاصيين قال كيفاء رد الاعتبار لأخلاقات المجتمع نعيش في نقص في الحس المدني نعيش التربية المدنية والأخلاقية ثقافة المرورية مثلا ثقافة الجوارية العلاقة بين الجار خاصة الإسلام وإحنا مسلمين مدرسة في السلوك ما بين الأفراد فما بالك الآن أدعو حكومة من خلال المؤسسة الدولة والمجتمع بيأطافيه فتح نقاش حقيقي مش مشروع مجتمع ينسب هذا الجزائي ولماذا؟ ولماذا؟ وهذا هو الأساس السلامين أثماني لأنه الملف هذا جريء ملف هذا قاعد طابو فضلت لسنوات سلوطات تغازل في الشعب شعبوية وما سيزدعم لذين يستحقوها فعلا هل ترى أنه حال الوقت الآن بإعادة حقيقة مشروع قوي لإعادة أخلاقة المجتمع وإعادة تربية المجتمع نعم من خلال هذا القلاطون أنت معروف بحصتك الجريئة وقول حقيقة هذه حقيقة ولو كانت مرة يجب أن نتقبل هذه الحقيقة إذن أدعو من هذا القلاطون وأنا كفاعل سياسي وكمواطن فخور بجزائريتي أن نفتح نقاش حقيقي وبإشراك سلطات على هارم السلطة بداية من رئيس هوريا أنه يتحمس أوليته وأنا على بالي باللي عنده ثقافة الحوار وثقافة الاستماع ومتشبع بثقافة اتصالية مؤسساتية لماذا؟ نفتح ورشة في هذا الإطار ولكن ورشة مش ورشة عن طريقة اللجانة ورشة حقيقية